أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم الله يخاطب المؤمنين ومعنى الإيمان هو اليقين بوجود إله واحد له كل ثفات الكمال والجلال والله سبحانه وتعالى يكفي العقل أن يهتدي إلى القوة الخالقة الواحدة التي لا تعانت لكن ليس من شغل العقل أن يعرف اسم الله ولا أن يعرف مراذ الله له فكان ولا بد من البلاغ عن الله إحنا ضربنا زمان مثل وقلنا هب أننا في حجرة ثم صرق الباب كلنا نتفق في شيء اسمه التعقل كلنا تعقل أننا طارقا من الباب ده من منطقة إيه؟ العقل لكن أيوجد من عمل العقل أن نعرف من هو أن أعرف اسمه أن أعرف مقصده من المجيء أن أعرف غايته منا إما لنعرف جزايا قال لك جسم التصور يبقى آفة العقل البشري أنه لم يكتنع بالتعقل للقوة القاهرة الفاعلة كان يكتنع أن يتعقل أن وراء الكون ده كله قوة هذه القوة لها صفات الكمال التي بها أوجد هذا الكون إنما كنوا يعرف اسمه مش بالعقل يعرف مراده مش بالعقل يعرف منهجه إيه في خلقه مش بالعقل إما زيني رفدي قال لك نترك الطارقة يبين عن نفسه يقول أنا فلالي فلالي وجاي عايز منك كذا وجايب لك رسالة كذا هو اللي يقول يبقى إذن من الذي يعطي لنا التصور عن الله الله بواسطة الرسول يقول للعقل يا عقل أنا جاي أنقذك أنت بتقول لي نازم يكون وراء العالم ده قوة خلقته لها هذا لي لها الحكمة ولها القدرة ولها 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 أنا عايش أريحك وقول لك القوة دي اسمها إيه الله الله ومطلوبها منك إيه كذا وكذا وكذا واللي يطيعها تعمله كذا وكذا وكذا يقول لهم واحد ما يقول له طب ووحنا إيه اللي يخلينا نصدقك أنت يقول لهم أنا معايا معجزة وآية تثبت أن أنت البشر ما يعملهاش وأنا ما بتعيش أن أنا عملته بل اللي عملها يا ربي يعني أنا مش عايز أنا حاجة مش عايز سلطة درانية منكم ده حاجة أنتم ما تخبروش تعملون مع أنكم متقدمين في الفن دي يبقى لما عمل العملية ديا لهم صدقناها يبقى إذن في منطقة الأولى للإيمان التعقل ولكن التعقل لقوة مبهمة لها فقط القدرة ولها الحكمة ولها 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 إنما اللي يقول لنا أسماءها اللي يقول لنا مرادها مين الله بواسطة إيه بواسطة الرسول إذن الإيمان عايز واحد يبين لي أنا أؤمن بإيه إله إسمه كذا وكذا وصفاته كذا وكذا ومطلوبه كذا ولذلك أول رد على من يعبدون الشمس نقول له طيب ما مطلوب الشمس منكم الشمس قالت لكم عمله إيه ما فيش طب إله بلا منهك طيب اللي يعبدها تعمله إيه اللي ما يعبدهاش يعمله إيه يبقى ما فيش حاجة يبقى الدليل على بطلان كل مدعن لألوهية شيء نقول له أنه بلا منهك ما ليش منهك ثم هتلي بقى معجزة تثبيت لك على أنك أنت جاي من عندك ما فيش حاجة يبقى الذين آمنوا يعني إيه بوجود قوة قاهرة اللي احنا نسميها بعد ذلك واجب الوجود الأعلى وأنا ما يمكننيش أعرف الأشياء المطلوبة إلا بواسطة الرسول إذن كان منطق العقد ساعة ما يجي واحد يقول أنا رسول كنا نعمل إيه نقوله تعالى يا أخي قلنا إيه الحكاية اللي احنا فيها دي إحنا لنستشرف له عشان يقول لنا عشان بديه يحللنا لغز في حياتنا اللي عمل الحكاية دي مين مين لو قالك الله يوم يريحنا إذن فما كان من البشر إلا أن ينصعوا لمين اسمعوا للرسول لأنه بيخرجهم من إيه من مأذق فكري من مأذق عخلي ولا حدش قادر يحلهم يبقى الرسول لازم كان يتلهف لكن الرسول عودي عودي من أطعاب الآيه السلطة الآيه الزمنية يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليهم اذكروا ما هو الذكر احنا نعرف إن العقل اللي بيتلقى المعلومات من الحواس يقعد غلبي للمعلومات دي والمعلومات اللي بيلتقطها ما بتضيعش شوف العقل اللي قدي كده ده فيه خزينة من يوم الواحد موعي وهو صغير في عقله إزاي معمولة دي من عرفتها الحافظة الحافظة دي ساعة الواحد ما يستقبل المعلومة ما هي العقل ده زي الفوتوغرافية يلتقط من مرة واحدة ما تقولش ده فلان زاكي بيحفظ من مرة واحدة وفلان غابي بيحفظ من عشر مرات تقول له لا هو العقل بيلتقط زي الفوتوغرافية ياخد مرة واحدة بس المهم ان يكون ساعة اللقطة بلك ما فيش فيه حاجة تانية غير اسمها بقرة الشعور بقرة ليه؟ لان بقرة الشعور دي ما تتحملش لجزئية عقلية واحدة ما تجيش عليها عقلية تانية إلا إذا نزاهت دي شواني تقوم تيجي التانية ما تراها طب تنزاه تروح فين؟ قال لك في الحافظة بحيث لما جي تداعي المعاني أفتكرها ولذلك انت تقعد تفتكر حاجة بقالها سنتين وحاجة بقالها عشر سنين وانت كد فيه؟ في الحافظة يبقى إذا الملكات عندنا كم حافظة؟ وذاكرة ذاكرة يعني إيه؟ تستدعي معلومة ذهبت من منطقة بقرة الشعور إلى حاشية الشعور تستدعيها كده لما تيجي المسؤول تقول هلأ الحكاة دي فكرتني بالشيء الفلاني اسمه تدعل إيه؟ تدعل المعاني وبعدين تيجي المخيلة يبقى فيه حافظة وفيه ذاكرة وفيه مخيلة المخيلة دي تاخد من الأشياء اللي انت عاملها ديا صور تلفقها مما تعرف يعني مثلاً الشاعر العربي بيوصف امرأة عاملة واشم الواشم دا اللي هو الدق اللي كانوا يعملوه زمان اللي بيدقوا ترتين ويدقوا سابعة ويدقوا مش عارف ايه فهم كان البيض يدقوا الواشم يبقى أخطر كده على ايه؟ على بياض فالشاعر بيقول خوض يعني امرأة شابة ناعمة كأن بنانها في نقشة الواشم المزرد سمك من البلور في شبك تكون من زبرجد أكلني ايدها سخية وسطرية كده دي ايه؟ السمك والواشم اللي عليها دي كأنه ايه؟ الزرد دا معمول من الايه؟ من الزمر الله يا في دي صورة عمرنا شفنا سمك من البلور وليفي شبك انتك أولا من زبرجد ما شفناش انما هو تخيل صورة من هنا وصورة ايه؟ صورة من هنا وصورة من هنا وصورة من هنا وصورة من هنا عمالي يتخيل زي الراجل قولنا زمان اللي بدي يوصف واحد احدب الاحدب دا رقابته مدفوسة بين ايه؟ بين كتفيه كده ولوه بتاعه في ظهره كده اشتده؟ بقولك ايه؟ قصرت اخادعه طول الوقدي قصيرة وغاسق زاله رقابته غدست من كتابه فكأنه متربص ان يصفع خايف لوحد اضرابه ألم وكأنما صفعت قفاه مرة فأحس ثانية لها فتجمع هيدا صورة تخيلية ولا متخيل ايه؟ صورة ايه؟ تخيلية الصورة التخيلية دي يقوم ييجي من حاجة ملهاش واقع ويتخيل انها ايه؟ بس يلفق فيها من الايه؟ من الموجودات المفردية بس الصورة المجتمع هي الايه؟ هي الايه الملفقة كان زمان مثلا الشعراء كلهم يقولوا ايه؟ يقولوا الحب في القلب والقلب مش عارفوا ايه والقلب ايه والقلب ايه كل الحب في القلب مش كده؟ جي شعر مرضيش بالكلام ده خالص وراح ملفق لك صورة كده انما هي صورة جميلة صحيح بقول ايه؟ خطرات ذكرك تستسير مودتي ساعة ما اسمع صرتك فاحس منها في الفؤاد دبيبة ساعة ما تيجي صرتك قدامي ايه؟ قلبي ايه؟ انا وينضم لا عضو لي الا وفيه صبابة فكأن اعضائي خلقنا قلوبها لكن ايه؟ بقى هنا قلب وهنا قلب وهنا قلب كلها ايه؟ نسمع صورة ايه؟ تخيل يبقى ايذن المحصلة الذهنية بتيجي فيها حافظة تركن المعلومات من بقرة الشعور تستدعى في وقت اللازم استدعى ده هو التذكر التخيل الاف بأصورة من الايه؟ من الاشياء اللايه؟ طبعنا اذكروا نعمة الله يعني ما تمرش على النعم لرتابتها عندكم بغفلة عنها بل تنكم ايه؟ هتهف بقرة الشعور ولذلك تقول لك الذكر عبادتهم بلا مشقة يعني انت لما بتصلي بتروح تتوضى وتأف وتركع وتروح ولما بتمشي بتجاهد ولما بتذكي بتدي فلوس انما ذكر الله لا يحتاج الى مشقة ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما يستجعي خلقه الى صلاة الجمعة يقول ايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اذا نوديا للصلاة من يوم الجمعة استسعوا الى ذكر الله عايز ساعي وزروا الباية عايز ايجاب للساع وسلب للاتجارة كده اذا ايه نوديا للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر يبقى عمل ولا مش عمل وبعدين هناك عادة عمل ايجابي وديك عمل ايه؟ وعمل سلبي العمل الايجابي اللي هو بنمشي والعمل السلبي انه منعني عن حاجة فيها الربح وحسسني وبيع واخد واكسب ومش عارف ايه فاذا قبية الصلاة فانتشروا في الارض وابتقوا من فضل الله خلاص؟ بس اياكم ان تظلوا ان الله يريد ان تتذكروه ساعة الصلاة ساعة الصلاة دي هتاخد مشقة وساعي وجاني انما ذكر الله مش هياخد منك تعب فخلي ربنا على بالك دايما ولذلك قالوا ولذكر الله اكبر لان اي عبادة لها ظرف موقوط تصنع فيه انما ذكر الله لا وقت له ولا متعبة فيه ما فيش لبعرق ولا ابدا كل حاجة بشوف طارق بنا خلاص انتهت اليه يبقى يذكروا نعمة الله لان النعمة بتواليها على النفس البشرية قد تأخذ رتابة لا تلفته انت يمكن لما تصبح الصبحية ما تبصش للشمس دي ايش كده ولا لا ليه لانها بقت مسألة ايه بقت رتيبة عادية قال لك لا انت لازم اول ما تبص كده تسوف الكون الاول كده وانت طالع بتستنشقه تلاقي هوا جميل بتستنشقه منظر جميل للشمس لكن تستيك البائمة النعم مين نعم الله يحيد الحق سبحانه وتعالى ان يلفتك بقصر الى النعمة فيعطيك يا صاحب النعمة خلقا اخر مسلوب النعمة تقول انت اللي ماشي كده على رجليك وعمال بتتبتب بقى تشوف واحد ما ايه مقعد مش قادر يمشي على رجليك تقول انت ساعت ما تشوفه يسأل الحمد لله شوفه انت عنك كويسا فانجلة كده وبعدين تشوف واحد بقول له خد ايدي ومش عارف ايه يبقى ايه يبقى ايه ايه بيلفتك قصرا الى ايه اذا فشواجه الكون وسائل ايضاح للنعم الله على خلقه اذكروا نعمة الله عليكم النعمة وردت مفردة هنا ووردت مفردة في ايتين ايضا هناك وانت عدوا ايه نعمة الله لا ترسوها واحد بقى يجي من المستشركون يقول لك ايه اخوة ده بيقول ونعمة وهل الواحد يعد ده بقول نذكره ايه نعمة الله طب ما ده نعمة هنعد فيها ايه انتو بس بتاخدوا القرآن كده يعني كده بس بالله انهم نقول لهم انت غابي هنعمل لك ايه على بقى انه بقول لك ده النعمة اللي انت بشايفها نعمة واحدة لو دققت النظر الى عناصر النعمة لا وجدتها نعما نعما تفوق الاحصاء والعد بدليل الان تعد ان في شاك في ان انعد ليه لان الذي يقبل على عده ما ظنة ان يحظى هل واحد قاعد يعد الرمال ليه ما عدناش الرمال ما عملين كليات وجوامعات علشان احصاء ام قال لك لان العد ما ظنة ان يحصل معدود واذا كان شيء لا يحصى يبقى لا يقبله على عده ومدام لا يقبل على عده ما تجيبش اذا يتعده ونقول اين ان عددتم نعمة الله ايه فكل كل نعمة واحدة لو دققت فيها لو وجدت ايه نعم يعني تفاها نعم تفاها اه لو تشوف بقى العناصر بتاعتها مكوناتها ايه وتشوف النعم بقى ايه قعما وريحا مش كده ومذاقا عناصر الله بتعمل ايه الله اشياء كثيرة لا ايه لا تحصل وحين يذكر الله النعم يقول انا ادمت عليكم نعمي حتى وان كنتم والايات بالله كافرين بو فالحق سبحانه وتعالى وضع في كونه اسبابا يستفيد منها الكافر به والمؤمن به فالذي يحسن استقبال الاسباب فيها تعطيه واللي ما يحسنش استقبال الاسباب ما تعطيش الحق سبحانه وتعالى حينما قال وان تعدوا نعمة الله لا تحصلها زيّلها في آيتين بتزيلات مختلفة قال مرة ان الله ايه وان تعدوا نعمة الله لا تحصلها ان الله ايه لغفور رحيم الآيات تنهي وان تعدوا نعمة الله لا تحصلها ان الانسان لظلوم كالطار ما فيش تكرار ليه لان الله تكلم عن النعمة الواحدة بان ما فيها من النعم لا يمكنه حصره ادواح جا بدليل ان كان قديما يقول لك عناصر الوجود اربعة ماش حصل الماء والتراب والايه والنار والهو ماش كده العناصر اربعة طلعت مش عناصر ده طلعت مواد وكل عنصر فيها مادة مكوة من شيء الى ان وصلت الى مائة وثلاثتاشر عنصر الان يبقى ايزا النعمة الواحدة يبقى فيها ايه نعم والله سبحانه وتعالى لو عامل المنعم عليهم من الخلق بما يقتضيه ايمانهم وما يقتضيه كفرهم يديم على المؤمن نعمه ويسلب من الكاثر النعمة وما عملش فيها ليه ليه قالك لانه غفور رحيم الله الله اذن تكلم في ايه عن المنعم فالذي يديم نعمه على خلقه من اثار صفة الغفران والرحمة غفر لكم معايبكم ورحمكم الله ايه الغفر وايه الرحمة الغفر ان تستر الشيء القبيح عن من دونك عن من دونك تستر الشيء القبيح عن من ايه عن من دونك طيب انت غفرت صحيح طب والرحمة انت ميل بالاحسان الى من دونك طب انهي المقدمة المغفرة ولا الرحمة قالك لا المغفرة لان سلب سلب الزم قبل ما تجد النعمة يبقى اذا الحق يغفره اولا ثم يرحمه ايه يرحمه ثانيا زي ايه مثلا قالك مثلا انت دخلت مرة فجأة على البيت كده وانت سمعت حركة مش عادية وبعدين دروحت هنا وهنا لقيت لس واللس ده واخد نفائز واحطيتها في البتاع بتاعه وعيد دي كريه نسكته قلت له ايه حكايتك قعد يقولك كده 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 قل له طيب يا ابن انت باني بالنس طيبين ومش وش كده ومش عارف ايه بتاعه حاجة دي دي يلا يا ابن انا مش هسلمك للبوليس ولا ايه حاجة سترت على القبيح قبح وانت اعلى لله لو كان ادنى ما يقالش انك سترت عليه تبقى غفرت له فلا يقال للخادمة انه ستر على سيدك انما يقال للأعلى ستر على الادنى وبعدين قال له يا شيف تعالى بقى انا اولا مش هسلمك للبوليس ولا بتاعه ولا ايه حاجة من دي واسمع يا ابن انت عملت كده والله اخد يا ابن العشرة يبقى غفر وايه غفر ورحم غفر ستر القبيح ورحم مال بالاحسان الى منذين وعادة المغفرة تسبق الرحمة المغفرة في العادة تسبق الايه ليه لان دفع الازى قبل قلب النفر احنا ضربنا مثل زمان وقلنا ان فيه اتنين فينا واحد معاه حجر وعايز يزئلني به واحد معاه سل التفاح وعايز يزئلني تفاحة وصادف انهم الاثنان انت تاخد التفاحة ولا تصد الحجر تصد الحجر الاول وقد يوجد العكس توجد الرحمة ثم توجد الايه توجد المغفرة دخلت برضو سألها لقيت حرام خلاص كده وبعدين انت هو لقيت وحطت الشنطة وحطتها النفائس وبتاعه حاجة دي الا انه شاف حاجة كده كيكة ولا بتاع في البتاع وقف يعاني ايه فدخلت عليه لقيته بالشكل دي ما تنزعش كل يا بني كله خلص اكل الاول خلص اكل الاول يبقى انت ملك اليه بالايه بالاحسان وبعدين قلت له انا شخرف لحالك الله يرفع عنك بسم الله يبقى مرة تبقى كده ومرة ايه تبقى كده يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم ما هي النعمة بقاها اللي هي جاي على بقى اتوكل مستعش الكافرين اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا يا اخوية اوجز لي برقية دي برقية ما جاب ليش ايه الجنود ولا ايه قال لي حاجة اه اه اذ جاءتكم جنود كلام مبهر فارسلنا عليهم ريحا جات الجنود مؤذنة بالحرب وقبل النهاية فارسلنا عليهم ايه ريحا وجنودا لم تروها ده مجل ايه المعركة جنود جن وارسلنا جنود من عندنا عندهم عشان يبطلوا ايه يبطلوا كايدا وكان الله بما تعملون بصيرا ثم يأتي بمذكرة تفسيرية بها الجنود دلمين اذ جاءوكم اذكر وتصور وتخيل اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واززاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا كان المعارك اللي تقدمت كما قلنا مرة بين المسلمين وبين كفار قريش في بلد مثلا ومرة بين اليهود وبيننا لكن دلوقت اجتمعوا كلهم ويا بعد اللي بيسموها ايه غزوة الاحزاب والاحزاب جمع حزب والحزب هو ايه جماعة التقوا على مبدئ من المبادئ يتناصرون عليه ليحققهم طيب القريش ده وسنية ولها بقى ناس دخل في اتباعهم غطفان واسد وبنو اجدع والفزاريين الله وطليح الاسدي دول كلهم واليهود قريضة وبنو النظير كل دول اجتمعوا مع بعض قال لك اجتماعهم هذا هو العجيب ده كانت فيه عداوة بينهم من بعض زي ما قلنا كانوا يستفتحون على الذين كفروا وكان الله يقول في كتابه ان اللي يشهد على ثقك مين من عنده علم الكتاب ويقول الذين كفروا لست مرسلا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم يعني ومن عنده علم الكتاب دي لو بيعرفوا الاية دي وانهم الله جمعهم بهم في الشهادة جمع اهل الكتاب به في الشهادة بصدق الرسول لو كانوا يقدروا ديا كان يكفي ان تكون وساما لهم في ان يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم طب الاحذاب جنباء جاءكم من فوقكم من اسفل من فوقكم يعني جم من الشرق اسفل منكم من الغرب اللي من فوقكم بنوا قريضة وبنوا النظير وغطفان اللي من الغرب اللي هم قريش ومن ايه ومن معهم من الفزاريين ومن الاساديين ومن الاسلاميين كل دول ازداؤوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار زاغ البصر في قوله ما زاغ البصر وما طره الزيغ والميل ومعنى زاغت الابصار يعني ايه مالت عن سننها وسمتها لو سننهي ايه وسمتها ايه علشان تبقى تميل عنه قالك تركيبة العين انت عارف الحاجة اللي يقوله عليها رمان بيلي دي اللي تتحرك كده وتجي كده وتجي كده اهي العين معمولة كده بتجي كده وتجي كده وتجي كده الله يعني تعلو وتسفل وتجي على اليمين ولكل واحد اسم رقى بجمع عينه خلاص لمحة بمؤخار موكة رمكة بالنحة بتاعت مناخيره الله يبقى كل واحدة لها ايه لها جهة والحباة بتعملت ايه انتو بتشوفوش اللي بتتقلب الحاجة اللي بتتقلب كده اللي بنعملها كده البليا اللي بن نوجه بها اشياء يعني مثلا ولو الاريال مش بيبقى فيه حاجة زي بليا كده اهي العين كده سمت العين وسننها انها تتحرك وتروح وتكلم فاذا فزعت بشيء اخذت البصرة فما لعن سننه من التحول ولذلك فاذا هي شاخصة انما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الافصال تشخص يعني الجسم اللي فوق ياله وتفضل لين عملك كده هون زي برق الله طب تعال بقى تاني لما الكلمة تدوروا اعينهم ام قال لك بقى مرة لهو الفضيع لدرجة انه هو ما يخليش الواحد ايه ايه ومرة يريد منفذا منه فليرى شيئا اخر يمكن يلاقي منفذ يقوم تروعينه كده تدور على الحده يعمل يشوف منفذ من هنا ولا من يعمل اذا فدي حالات يتعرض لها الخائف يتعرض لها المفزع فمرة الشيء المفزع يربط بصره ومرة من كره له يلتفت الى ان يرى شيئا يمكن اخف منه او يعمى عنه تدور ايه اعينهم كالذي يخشى عليهم وازاغت الابطار وبلغت القلوب الحناجر الحنجرة اللي هي تجويف ده اللي اعلى الله القلوب ان احنا عارفينها هنا ام قال لك ساعاته يشغلوا القلب بشيء يدب 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 الدبيد ده بيخلي في حركة التنشيط في نفسه يقوم يضيق به مكانه يبقى ولذلك يقول لك انا قلبي حينط مني مش بنقول كده قلبي حينط مني ده من ده معناها الهل ايه الهل شديد وازاغت الابطار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون تظنون بالله الظنون قال لك ظنون مختلفة يا تربنا حيسلمنا المؤمن يسلمني بقى بعد ما مش عارف ايه والخفار يقولوا ده حيستأصلهم ده مش هنعس تقوم لهم قائمة وحيجالوا على المدينة كل واحد بقى له ايه له ظن يخدم غرضه فان كان غرض الناس يقول لا يمكن ان ربنا يقتلني مش ممكن ده احنا ان شاء الله مش عارف ايه وان كان غرض الناس يقولك ده حيستأصلوا ولا حيبقى لهم قيامة ما تقومش لهم قيامة بعد كده ليه لان كل اعداءهم من فوق ومن اسفل اجتمعوا عليه ولا يمكن ان يكون الا ان هذه الدعوة الايه تنتهي اذ جاءوكم اذكر اذ جاءوكم كأنه استحضار السورة ما يكفيش ان اقولك ده حصل وحصل بل انت تستحضر ايه اللي حصل اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ داغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون ابتلي المؤمنون يعني اختبروا فقوي الايمان قال لن يسلمنا الله والمنافق قال لا هذا المسألة خلاص انتهانة بقى اربط ما عادش حتيبقى الضجة دي والعيصة مش عارف ايه بتاعه جزيزة هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا معنى الزلزلة زي ما شوفنا كده الخلخلة التي لا تقلع زي ما تجيب وتت كده ايه ويكون مامود في الارض اوي وتحب تعمل ايه اسمك تلاخلخة اهي الزلزلة دي الاخلخة لما ينشأ عنها بقى قوة في الاخلخة دي وتزيل الاشياء ده موضوع ايه موضوع تاني هنالك ابتلي المؤمنون يعني عقد لهم امتحان هذا الامتحان اللي ينجح فيه يبقى سلامه واللي يسقط فيه المنافقين ليه لان دوله كانوا مع المسلمين بألسلتهم ومع غير المسلمين بايه بقلوبهم هنالك ابتلي المؤمنون وذلزلوا ذلزالا شديدا واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا ما هو الغرور الغرور هو ان تخدع انسانا بشيء مفرح ولكن قلبه مترح يقولك ما غرك انت الا غرك بالحكاة ايه غرك ايه يعني كأنك انت فيه حاجة تغر بها الناس اللي غر بها الناس زي الزواء اللي نعمل في اي سلعة شيء يغر الناس لايه ولما تيجي علشان تشوفها الحقيقة بتاعته تجدها ايه كلامك ايه كلام كده واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض اما الاثنين واحد ولا دول جماعة ودول ايه جماعة ام قالك ده بيسموه عطف البيان واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم ايه اما هما واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا ايه الا غرورا واذ قالت برضو اذكر اذ قالت طائفة منهم يا اهل يثرب يثرب دي اسمي للبقع اللي فيها المدينة انما رسول الله غيرها الى طيبة يا اهل يثرب لا مقام لكم لا مقام لكم ولا في قراءة لا مقام وفي قراءة لا مقام معنى ايه لا مقام لكم في الحرب لايه يعني سيبوا محمد واتباعه هنا في المعركة وما تكونوا شويان لا مقام لكم او لا مقام لكم على هذا الدين اللي انتم بقلبكم منكرينه وبقالبكم وياه ما فيش ليكم ها لا مقام لكم فارجعوا يعني ان نرجع عن ارض المعركة نسيب محمد وحاله او نرجع عن الدين اللي رابطنا بالايه بيه واذ قالت طائفة منهم يا اهل يثربا لا مقام لكم لا مقام لكم في ارض المعركة فارجعوا ويستأذن فريق منكم النبي قولوا بيها احنا لنا علم مش عايدين نقعد في الحرب دي او ارجعوا عن دينكم ويستأذن فريق منهم النبي يقولون ان بيوتنا عورة يقال بيت عورة اذا كان غير محرز يعني غير محكم ضد الطارق الذي يريد به شر يعني جدار وائع ابوابهم كسرة مناطة زي ما يقولهم نعم وما هي بعورة ان ما الاهل علة ان يريدون الا فرارة ولو دخلت عليهم من اقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا الا يسيرا وما تلبثوا بها الا يسيرا الله اذا ان دي علة كده بيوتنا عورة فيكون الله مش غورة وبيوتهم محصنة وبيوتهم كويثة وما يقفش عليها لكن ده هم عايزين يفره بس فبيجيبوا حجة عشان يفروا ايه يفروا بها من ارض الايه المعركة وعلى ايه والله لو دخلت عليهم من اكثرها ثم تقول الفتنة الكفر لا يكفروا واذا كفروا ما يجعل الله لهم لبثا الا يسيرا اللهم ينتقم منهم واذ قالت طائفة منهم يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأزن فريق منهم النبي يقولون ان يبقى فريقين ناس بيقولوا كده والناس بيقولوا كده ان بيوتنا عورة وما هي بعورة ان يريدون الا يعني ما يريدون الا فرارة ولو دخلت عليهم اي البيوت دي دخلت عليهم من اقطارها من حواليها ثم سئلوا الفتنة هلولهم يكفرهم يكفرهم وما تلبثوا بها الا ايه الا يسيرا ما تلبثوا بها ما اقاموا بها الا ايه الا يسيرا بمقدار الفرار يعني يقعدوا شوي كده على ما يوضبوا نفسهم كده ويمشوا ولا ما تلبثوا بها الا يسيرا لانهم لما ينكلهم ربنا سبحانه وتعالى لا يعاقبهم بان ايه بان لنتقم منهم في الحياة ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الاذبار وكان عهد الله مسؤولا هي ليسأل الصادقين عن صادقين بتاع زمان ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل احنا قلنا عاهدوا الله يعني اخذ الله عليهم عهدا وقبلوه امتي قال لك في يام العقبة يام رحمل رسول الله وقالوا نصد عنك ونعمل ونعمل كده او لقوم فاتتهم بدر وفاتهم وبعدين قالوا لئن وقفنا في حرب اخر لنبلونا فيها بلاء ايه بلاء حسن ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الاذبار وكان عهد الله مسؤولا قل هم يريدون فرارا لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل شو بقى اهتيات القرآن في مسألة ازهاق الايه ازهاق الروح لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل وهناك بقى وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا ان مات او قتل اذا اكن زهاب الحياة لها ايه احلتين اتنين يموت يقتل الموت لا يقدر عليه الا واهب الحياة والقتل يقدر عليه خلق الله يقى واحد يقتل واحد خلاص كده الاتنين فيه ايه ازهاق روح بس احنا قلنا زمان ان فيه فارق الموت تخرج الروح بدعوة خالقها وبعد ذلك يعتب الجسم ويرم فالروح تخرج والبنية بعد ذلك تفسد لكن القتل تفسد البنية اولا فتخرج الروح ثانيا ليه احنا قلنا لان الروح لها مواصفات في الجسم الذي تحله ان يبقى تكوينه كده سليم كده 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 سليم فا اذا اختل شيء فيه يعني له قال تقول له اذا اختل شيء فيه دي ما تسكنوش الروح قلنا ولله المسهل الاعلى ان الانسان ينظر الى الكهربا والى مصباح اللي يبين لنا الكهربا هل الكهربا في الزجاج اللي معمول لمبة لا ده الكهربا في الاسلاك بغير حاجة تحركها ومطور وبيعمل مش حاجة لكن الكوباية دي النور لا يظهر الا فيها فاذا جئت وكسرت هذه الكوبا اللمبة يظل النور ولا يروح اه انت هدمت البنية فذهب النور هذا هو القتل تهدم البنية فتذهب الروح لكن المسألة التانية الروح من اللي يملكه بقى هو واهبها بس ولذلك لما جث ابراهيم يحاج انه مرود لم ترى الى الذي ايه عج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الايه اذ قال ابراهيم يحيي ويميت هو قال ايه قال انا احيي واميت طب تصلي دي كده تحيي ازاي في دي قال انا احكم على ذهب الاعداء وبعدين نعفو عنه وبعدين نعفو عنه تب انت لما حكمت اه ما قتلتش وبعدين تقول احيته لا ده هو اصله مماتش يبقى كذبه المفروض تموته وبعدين تقول احنا ايه اش كده ولا لا ابراهيم لقى دي سفسطة وحنقعد بقى نتكلم ونزعو الحياة وبعدين ايه وندوق قال لك لا سيقول انقله قال ربنا بيجيت بشمس من المشرق فأتي بها من المغرب مسألة سهلة سيما فبويت الذي ايه فبويت الذي كفر يبقى لما يجي يقول انا اقتل اامر 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 وبقتله تقوله لكن ما قتلتوش مدام عفيت تبقى ما قتلتوش لكن الكونت بتحيي ايه اقتله وبعدين ايه وبعدين ايه قل لن ينفعكم الفرار انفررتم من الموت او القتل قال لك لان دي مسألة معمول حسابها باجل محدود سواء كان بالله الذي وهب الحياة يسلبها او كان بخلق الله الذي يعصي امر الله فيقدمه البنية يموت يدي يدي وعلشان يعترفهم ان يمكن واحد يبقى في المعركة وينجو ثم يموت وهو واحد يشهد المعارك كلها ويتعب مش اعرف هو بعد ذلك يموت على ايه هو خالد ابن الولد قال ايه قال ايه لقد شهدت مئة زحف او زهاءها وما في جسدي شبر الا وفيه ضربة سيف او طعنة رمح وها انا ذا اموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت اعين الجبناء وإلى لقائنا